السلام عليكم أحبتي طلاب الصف الأول أساسي أهلاً وسهلاً بكم من جديد ومع درس جديد من دروس المراجعة وهذا الدرس بعنوان الأعداد من 10 إلى 20 هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نحضر الأقلام لنحل هذا التمرين معاً أكمل الجدولة بحسب الرسم لدينا هنا أحبة مجموعة من الأشكال وهذه الأشكال مرت معنا في الصف الأول هيا بنا نتذكر أسماء هذه الأشكال هذا نسميه أحسنتم إنه المستطيل وهذا المثلث وهذه صديقتنا الدائرة الآن سنعد هذه الأشكال ونكتب أعدادها هنا حسب الألوان لدينا هنا أحبة في العمود الأول لون الشكل وهنا عدد الأشكال الأخضر هيا بنا نذهب إلى الشكل الذي يحمل اللون الأخضر إنه الدائرة كم عدد الدوائر في الصورة؟ هيا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن نكتب أربعة والآن نذهب إلى الشكل الذي لونه أصفر ما هو الشكل الذي لونه أصفر؟ إنه صديق المثلث هيا بنا نعد المثلثات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب هنا العدد خمسة والآن إلى الشكل الأحمر الذي لونه أحمر إنه المستطيل نعد المستطيلات معاً هيا ساعدوني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إنها عشر مستطيلات هيا بنا نكتب العدد عشرة والآن أحبة الصغار ما رأيكم أن نتذكر العدد عشرة أكثر فأكثر هيا بنا والآن أحبة الصغار هيا بنا نمثل العدد عشرة على المعداد وكذلك نتذكر مكونات العدد عشرة هذا هو صديقنا المعداد نتذكر في المعداد منزلتين منزلة الآحادي ومنزلة العشرات والآن كيف نمثل العدد عشرة؟ من يذكرنا؟ أحسنتم في الآحاد العدد صفر إذن لا نضع أي خرزة من الخرزات في داخل منزلة الآحاد وفي العشرات كم عدد العشرات؟ أحسنتم إنها عشرة واحدة هكذا نمثل العدد عشرة على المعداد والآن أحبة الصغار هيا بنا نتذكر مكونات العدد عشرة من خلال هذه العيدان لدي هنا عشر عيدان هيا بنا نعدها سريعا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في هذه اليد عشرة وفي هذه اليد صفر إذن من مكونات العدد عشرة عشرة وصفر وماذا نقول أيضا؟ أحسنتم صفر وعشرة والآن لدي هنا واحد وهنا أحسنتم تسعة إذن واحد وتسعة يساوي عشرة اثنان وثمانية يساوي عشرة ثلاثة وسبعة يساوي عشرة وأربعة وستة يساوي عشرة خمسة وخمسة يساوي عشرة وستة وأربعة يساوي عشرة سبعة وثلاثة يساوي عشرة ثمانية واثنان يساوي عشرة تسعة وواحد يساوي عشرة عشرة والصفر يساوي عشرة هذه مكونات العدد عشرة والآن أحبة الصغار ما رأيكم أن نحصر العدد عشرة على خط الأعداد أحصر العدد عشرة على خط الأعداد هذا خط الأعداد وكتبنا عليه الأعداد من صفر حتى العداد أحسنتم إنه العداد عشرة هيا بنا نضع حوله دائرة هذا هو العدد عشرة والآن أحبة الصغار هيا بنا نتذكروا طريقة كتابة العدد عشرة أحضروا الأقلام هذا هو العدد عشرة صفر في الآحد وواحد في العشرات نبدأ من منزلة العشرات واحد وهنا صفر أحسنتم هذا هو العدد عشرة هيا بنا نكتبه مرة أخرى هذا هو العدد عشرة أحسنتم جربوا أكثر فأكثر على الدفاتر ولأنا أحبت الصغار ما هي الأعداد الأكبر من عشرة أنتم تعرفونها هيا بنا نتذكرها معا إذا أضفنا واحد إلى العشرة يصبح عددا جديدا أي إذا وضعنا واحد في منزلة الآحد ولدينا واحد في منزلة العشرات نسمي هذا العدد أحسنتم إنه العدد أحد عشر إذن أحبت الصغار في لوحة المنازل نستطيع أيضا أن نمثل الأعداد لدينا العدد أحد عشر إذا أضفنا واحد إلى منزلة الآحد يصبح لدينا عدد جديد هيا نلاحظ أضفنا واحد فأصبح لدينا اثنان اثنان في الآحد وواحد في العشرات ما هو هذا العدد؟ أحسنتم إنه العدد اثنى عشر ما رأيكم أن نمثل باقي الأعداد على لوحة المنازل؟ هيا بنا نعدوا معاً هذه هي العشرة والآن إذا أضفنا واحد إلى أحد اتفقنا يصبح العدد أحد عشر ومن ثم هيا اقرأوا معي اثنى عشر والآن أضفنا واحد إلى أحد أصبح العدد ثلاثة عشر أحسنتم نقرأ أربعة عشر خمسة عشر هيا نكمل ستة عشر أحسنتم والآن لدينا سبعة في الآحد وواحد في العشرات نسمي هذا العدد سبعة عشر أنتم أبطال ولدينا هنا ثمانية عشر والآن لدينا العدد الجميل هيا نقرأ أحسنتم إنه العدد تسعة عشر أحسنتم يا أصدقائي ولانا أحبة الصغار هيا بنا نحل هذا التمرين معاً حول الأعداد من أحد عشر حتى تسعة عشر أكتبوا الأعداد التي تظهر في الجمل الآتية بالرموز الآن سنقرأ في مكتبة مهند إثنتا عشرة قصة الكلمات المكتوبة باللون الأزرق هيا نقرأها مرة ثانية إثنتا عشرة ما هو هذا العدد سنكتبه بالرموز أحسنتم إنه العدد إثنى عشر والآن ننتقل إلى الجملة التالية وفرت هندو خمسة عشر قرشاً مرة أخرى خمسة عشر إذن ما هو العدد؟ أحسنتم نقول خمسة عشر إذن نكتب خمسة عشر ننتقل إلى الجملة الأخيرة اشترك ثلاثة عشر طالباً في النشاط الصباحي نقرأ مرة أخرى اشترك ثلاثة عشر طالباً في النشاط الصباحي ما هو العدد المذكور؟ أحسنتم يا أبطال إنه العدد ثلاثة عشر والآن أحبة الصغار هيا بنا نذهب إلى خط الأعداد كالعادة ونكتب الأعداد الناقصة في داخل هذه الدائرة نقرأ الأعداد الموجودة الآن على خط الأعداد صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هيا نكمل ما هو العدد التالي؟ أحسنتم إنه العدد أحد عشر نكمل اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم سبعة عشر ثمانية عشر والعدد التالي العدد ثمانية عشر أي أكبر منه بواحد إنه العدد تسعة عشر هل يوجد أعداد بعد العدد تسعة عشر؟ أحسنتم إنه العدد صديقنا العدد عشرون هيا بنا أحبة الصغار ننتقل لنتذكر العدد عشرون مرة أخرى انظروا هنا لدينا هنا عشرة ولدينا هنا هيا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا أضفنا لهذا العدد تسعة وعشر تسعة عشر إذا أضفنا إليها واحد يصبح العدد الآن ماذا أحسنتم؟ إنه العدد عشرون هيا نتأكد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن أحبة الصغار أصبح لدي عشرة وعشرة وهو العدد عشرون صفر في منزلة الآحد واثنان في منزلة العشرة ما رأيكم أن نمثله على المعداد؟ لدينا هنا عشرة إذا أضفنا عشرة أخرى يصبح لدينا العدد عشرون إذن اثنان عشرات يساوي عشرون أحبة الصغار ما رأيكم أن نتذكر طريقة كتابة العدد عشرون معا هيا بنا صفر في الأحد واثنين في العشرات ولكننا كما كتبنا العشرة نبدأ من العشرات نكتب هكذا اثنان عشرات وصفر أحد عشرون هيا ساعدوني مرة أخرى هذا هو العدد عشرون والآن أحبة الصغر هيا بنا نتذكر مكونات العدد عشرون لدينا هنا عشرون والعشرون تتكون من هيا ذكروني من عشر أحسنتم عشر وعشر إذن نكتب عشر وعشر يساوي عشرون ماذا أيضا من مكونات العدد عشرون خمسة عشر و إذا أضفنا للخمسة عشر عدد معين يصبح العدد عشرون ما هو هذا العدد؟ أحسنتم إنه العدد خمسة نقول خمسة عشر وخمسة يساوي عشرون والآن صفر وماذا يساوي عشرون أحسنتم صفر وعشرون والآن أحبة الصغر لدينا هنا خيار نستطيع أن نختار ما نشاء من مكونات العدد عشرون أنا سأختار سبعة عشر و ثلاثة سبعة عشر وثلاثة يساوي عشرون وأنتم اختاروا ما تردون هناك الكثير من مكونات العدد عشرين والآن أحبة الصغر ما رأيكم أن نحل هذا التمرين معا حول الأعداد المكتوبة بالكلمات والمكتوبة بالرموز ونوفق فيما بينهما هيا بنا نقرأ خمسة عشر أين يوجد العدد خمسة عشر هنا؟ هيا نبحث عن إنه هنا إذا نصل خمسة عشر بالكلمات مع خمسة عشر بالرموز هيا اقرأوا أحسنتم تسعة عشر مرة أخرى تسعة عشر أين يوجد العدد تسعة عشر؟ إنه هنا إذا نصل بينهما نكمل هذا العدد هو أحسنتم عشرة نبحث هذا هو العدد عشرة في البداية والآن اقرأوا معي أحسنتم أحد عشر أين يوجد العدد أحد عشر؟ واحد في الآحد واحد في العشرات إنه هنا نكمل هيا نقرأ عشرون أين يوجد العدد عشرون؟ أحسنتم هذا هو العدد عشرون صفر في الآحد واثنين في العشرات أي عشرتين نكمل سبعة عشر هذا هو العدد سبعة عشر تبقى لدينا عدد من يقرأ هذا العدد؟ أحسنتم إنه أربعة عشر ما رأيكم أن نكتبها بالكلمات؟ يا بنا هذا العدد أربعة عشر نكتب هنا أربعة عشر هكذا نستطيع أن نصل أربعة عشر بـ أربعة عشر أحسنتم أصدقائي وأخيرا أحبة الصغار لابد من مهمة تعليمية ما هي هذه المهمة؟ نقرأ مع صديقتنا الزهرة عشرون قرشاً تريد أن تشتري ألعاباً بالمبلغ جميعه ماذا يمكن أن تشتري؟ إذن هي ذهبت إلى دكان الألعاب ولديها هذه الألعاب وعليها أسعار ومعها مبلغ عشرون قرشاً ماذا تستطيع أن تشتري؟ هذا ما سوف تكتبونه هنا في منطقة الحل ولأن أحبة الصغار في النهاية بإمكانكم مشاهدة هذا الموقف مرة أو أكثر من مرة من خلال الكود والرابط أسفل الشاشة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة